اشتركوا في القناة والزملاء الذين شرفنا بحضورهم اليوم الزملاء والذميلات المحترمون ها نحن اليوم نمر بأقصى مراحل العمر مرحلة تحديد المصير نكون أو لا نكون لقد تخرجنا جميعا بعد دراسة دامت لسنوات طويلة من مراحل التعليم المختلفة من كليات التربية وما يعادلها من مؤهلات طربوية وبعد ما تكبدناه من مصروفات لست أدرى منكم بها مع اختلاف الظروف الاجتماعية لكل شخص منا فكلنا تعبنا وكلنا عانينا من أجل أن نحصل على تلك الشهادات الجامعية التي كانت أشبه بالصراب لا قيمة لها خاصة بعد إلغاء التكليف الذي كان حافزا لنا لدخولنا تلك الكلية للعمل بالمجال التعليمي هذا ما عشناه طيلة سنوات ما بعد التخرج ولكن شاءت الأقدار أن يرسل الله لنا وسط مجموعات اليأس وقطع الظلام من يبعث بداخلنا الأمل من جديد في وطن طالت فيه أيام الفساد والسودة لياليه فعندما جاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم أيقنا أن زمن الفساد قد ولع إلى غير رجعة وأنه قد حان الوقت للظلم أن ينقشع فعندما أعلن سيادته عن مسابقة 30 ألف معلم تربوي تأكدنا من ذلك وأيقنا أن الدنيا قد ابتسمت لنا من جديد وأن الحظ قد جاء ليتصالح معنا ولكن يبدو أن وزارة التربية والتعليم قد استكثرت علينا فرحتنا فبدأت بتعقيد الأمور فبدلا من أن يتم الإختيار مباشرة من كدام خريجي كليات التربية وما يعادلها من مؤهلات تربوية ويكون ذلك هو شرطها الوحيد كما أعلن عن ذلك سيادة الرئيس في عيد العلم فوجئنا بأن الوزارة فوجئنا بأن الوزارة تضع الخريجين القدامى مع الخريجين الجدد في منافسة غير شريفة بالمرة فقد أقحمتنا جميعا في الصباق عندما فتحت موقعها الإلكتروني لإدخال قاعدة البيانات الشخصية لكل متقدم وهنا تكمن الكارثة حيث قام معظم من تقدموا إلى المسابقة من ضعاف النفوس والمزورين والمرتشين بإدخال بيانات غير صحيحة حيث تم رصد ذلك لاحقا ويرد العيب في ذلك إلى المسؤولين عن تلك المسابقة حيث لم يضعوا آلية لمراجعة البيانات لمراجعة بيانات من قاموا بإدخال بياناتهم على الموقع الإلكتروني وخصوصا أن المسابقة كلها تمت بالرقم القومي وهذه سقطة كفيلة وحدها بإلغاء تلك المسابقة إن ما حدث بعد ذلك كان وقعه أشد علينا من المنافسة الغير شريفة التي أقحمتنا فيها الوزارة حيث أعلنت عن انعقاد اختبارات للمتقدمين للتقييم وجعل ذلك أحد معايير الاختيار من بين المتقدمين تنفيذا للقانون 155 لسنة 2007 والذي وضع معايير خمسة للاختيار وهي أولا الأعلى تقديرا في درجة الحصول على المؤهل التربوي ثانيا الأعلى تقديرا في المؤهل الأعلى الماجستير أو الدكتوراه ثالثا الأعلى في درجات الاقتبار رابعا الأكبر سنا خامسا الأقدم تخرجا وكان ذلك كفيلا بإقصاء كل قدام الخرجين في المسابقة حتى قبل دخولهم المسابقة والقضاء على كل أمل لديهم ولكن كان صوت الطموح أعلى والإصرار على البقاء والعزيمة قالت كلمتها بأنه لا بد من استكمال المشوار الذي بدأناه وبالفعل بدأت الإختبارات في الإنعقاد والتي أظهرت منذ الوهلة الأولى لكل المتابعين والحقوقيين الفشل الرهيب للوزارة في إجراء أول مسابقة إلكترونية في تاريخها حيث أنها كانت قد ادعت أنه لا مجال للتدخل البشري في تلك المسابقة ولكن هيهات إنما تم رصده في داخل اللجان لتلك الإختبارات يوضح التدخل السافر الصريح وغير الصريح في تغيير مصار تلك النتيجة لصالح المزورين والمرتشين وبالتسطر على التزوير أو بعدم مراجعة بيانات المتقدمين والتطقيق فيها أثناء دخولهم اللجان ليحرم من يثبت انتحاله لصفة طربوي غير صفته أو تزويره في إدخال بياناته لقد تمت الإختبارات وسط جو من الغش والتوتر وتم رصد ذلك عن طريق التصوير ورفعه على المواقع الإلكترونية هناك مخالفات بالجملة شابت تلك الإختبارات بالرغم من ذلك فقد اكتزنا جميعاً الإختبارات بمراحلها المختلفة بعد عذاب طويل بين اللجان المختلفة نظراً لفشل سيرفر الوزارة الذي كان يدخلنا الامتحان أكثر من مرة والأنثلة على ذلك كثيرة وبعد أن اجتزنا تلك المرحلة فقد حصلنا على درجات عالية إلا أن الوزارة استمرت في سياسة التعنت الواضح ضد قدامى الخرجين حيث طالبنا أكثر من مرة الوزير السابق بتعديل معايير الإختبار لتكون الأقدمية هي المعيار الأول إلا أنه رفض وبشدة والسؤال لماذا كل هذا التعنمت والإصرار على العناد مع مجموعة من أفضل ما أنجبت مصر بخبرتهم ودراستهم أناس لا يملكون إلا العمل في مهنة التدريس الزملاء والزميلات إن سبب اجتماعنا اليوم هو عقد مؤتمر صحفي لإيصال صرختنا إلى رأس النظام المسؤولين الذين حملوا على كواهلهم أمانة العدالة الاجتماعية بين أفراد وأبناء هذا الوطن نقول لهم كفان ظلم العهود الماضية وتجاهلهم لنا لقد هرمنا متى سنحصل على أبسط حقوقنا في الحياة الكريمة متى سنتحمل نصيبنا من مسؤوليتنا تجاه هذا الوطن متى سيتاح لنا أن نكون سببا لنهضة العملية التعليمية التي غمست في مستنقع الفساد متى سنرى المعلم مرفوعا على أعماق المجتمع بدلا من أن يكون أهوا من أن توفر له الدولة حماية من بطش طلابه وفتكهم به إننا ومن هذا المكان نريد أن يصل صوتنا إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن تصل صرختنا إلى سماخ أذنه فنحن أصحاب الحق المسلوب يا سيادة الرئيس لقد أخفل على نفسك العهد بأنه لا مجال للفساد ولا الظلم ولكن ما يحدث الآن من انتهاكات لحقوق قدام خريجي كليات التربية وما يعادلها من مؤهلات تربوية يعجز اللسان عن وصفها فعندما يتم كبول المزورين ويستبعد الشرفاء فاسأل عن العدل يا سيادة الرئيس وعندما يتم كبول حديث التخرج حديث السن ويستبعد من كان يوما معلما لهم فاسأل عن القهر يا سيادة الرئيس وعندما يتم الاختيار على نتيجة اختبار لم يخلو من الغش والظلم فلا تسأل عن الأمل يا سيادة الرئيس وعندما يتم التلاعب في أوراق رسمية واستخراك شهادات إعاقة لأناس أصحاء فأين العدل يا سيادة الرئيس أستحلفكم بالله أن تجعلوا لنا نصيبا من اهتمامكم كفانا ظلما في العهود السابقة فقد كانت كفيلة بإضاعتنا والآن لا نجد ملجأا إلا الله ثم أنتم نلتمس من عدالتكم أن تنصبوا ميزان الحق بين المتقدمين لا نريد سوى حقنا ساووا بيننا في الظلم فالمساواة فيه عدل نريد جعل معيار الأقدمية هو المعيار الأول للاختيار ثم يليه درجات الاختبار إن ثبت دستوريتها سيادة الرئيس انكذون من أصحاب الثقة وليس أصحاب الخبرة ممن يتاجرون بأحلامنا داخل ديوان وزارة التربية والتعليم أين القيم داخل أروقة تلك الوزارة التي هدفها جل هدفها هو تخريج دفعات من الشباب الواعي الذي يحمل هم هذا الوطن ويصوم ترابه ويحمي مقدساته إن سياسة الوزارة يا سيادة الرئيس قد تغيرت تماما منذ سنوات والناتج هو ما نرى من انهيار تام في مؤسسات الدولة وفي المؤسسات التعليمية مما أدى بالتبعية إلى انهيار العملية التعليمية ذاتها سيادة الرئيس إن حصن اختيار المعلم ضمان لحصن سير العملية التعليمية وبالتالي تخريج جيل عظيم يحمل الراية لهذا البلد العظيم والعكس كله صحيح سيادة الرئيس إذا أردتم أن تعرفوا القوة الحقيقية لأي بلد فانظر إلى جودة العملية التعليمية فيه يؤصفنا يا سيادة الرئيس أن تضع أيديكم على كل هذا الكم من المساوئ للوزارة المسؤولة عن جودة العملية التعليمية في مصر إن مسؤوليها أصبحوا كالمرض الخبيث في جسد الوطن ويتطلب من سيادتكم تدخلا عاجلا لاستئصاله حيث العلاج لا يجدي في مثل تلك الحالات نطالب سيادتكم نطالب سيادتكم بالضرب بيد من حديد على كل من يثبت فساده أو تورطه في تلك المسابقة وفي غيرها في كل مؤسسات الدولة ليأخذ حقا ليس له أو ليمنع حقا من الوصول لأهله شكرا وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر لكل من شريفنا اليوم بالحضور والآن مع أولى فقرات مؤتمرنا اليوم فقرات هذا المؤتمر مع الزميلة أمنى عبد الهادي للتحدث معنا عن الضرر النفسي والاجتماعي الذي أصاب المتصابقين جراء تلك المسابقة ترجمة نانسي قنقر